تلقى سمو نابل أمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية من فخامة الرئيس ميغيل دياز كان رئيس جمهورية كوبا الصديقة اطمأن خلالها على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوبا الصديقة عن خالص التمنيات لسموه رعاه الله بموفور الصحة وتمام العافية هذا وقد بعث سمو نابل أمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر جوابية لفخامته عرب فيها عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية اشتركوا في القناة